زار وفد من وزارة الداخلية ممثلا بمكتب ثقافة احترام القانون وبعض الجهات الأخرى الطالب الذي تعرض لظاهرة التنمر وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له يقوم فيه مجموعة من الطلاب في حافلة مدرسية بالاعتداء عليه كما عملت الجهة على عمل ندوة توعوية للحد من هذه الظاهرة التنمر في المدارس ظاهرة قطعت دولة الإمارات شوطا كبيرا لمكافحتها بشتى الأساليب والطرق وبذلت جهودا مضنية في زرع ثقافة الوقاية لدى المؤسسات التعليمية للحد منها لأسيما بعد انتشار الفيديو الذي وثق واقعة اعتداء على طالب في المرحلة التأسيسية بأحدى مدارس كلباء مؤخرا وأثار ردود فعل مجتمعية واسعة ومنها جاءت زيارة بعض الجهات الحكومية والخاصة للإطمئنان على الطفل وأسرته والله واجهناها كانت صدمة أول شيء لنا وكانت صدمة للمجتمع بشكل عام خاصة أنها انتقلت عن طريق السوشال ميديا أو الوسائل التواصل وشيء كان مرفوض يعني منها نحن من بداية ومن المجتمع بشكل عام نجعنا نحن أول شيء بدناها من المدرسة طبعا الجماعة تعاون المدرسة وتعاون الجهات المختصة مثلا بشرطة شلبة الجماعة ما قصروا بدوا بالإجراء وبدوا بالتحقيقات وهي في النهاية هي ردع للناس سواء للطلاب هذه الأول وغيرهم يعني مستقبلا إنما تحدث مثل هذه الأشياء ظاهرة التنمر تحمل تداعيات سلبية وهو ما أكده ولي أمر الطالب الذي تعرض للاعتداء حيث يمر ابنه بحالة نفسية سيئة خاصة أنه يتعرض للضرب بشكل متكرر وأكد والد الطالب أنه تقدم ببلاغ رسمي على واقعة ضرب أخرى غير الموضحة بمقطع الفيديو حيث باشرت الشرطة الإجراءات القانونية وأكدت حرصها على مكافحة الظواهر السلبية ودرء مخاطرها حيث قام وفد من وزارة الداخلية ممثلا بمكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع جهات أخرى بإعطاء محاضرة توعوية للمتنمرين في مركز الأحداث التابعي للوزارة زيارة وفد وزارة الداخلية لمنزل الطفل المتنمر عليه إنما هي تحمل رسالة واضحة بأن حفظ حقوق الطفل هي من صميم أهداف عمل وزارة الداخلية وأن أمن وسلامة المجتمع هو الدور الرئيسي لدى وزارة الداخلية كما تم زيارة الأطفال المتنمرين في قسم الرعاية المجتمعية وتم تأهيلهم ووضع لهم برامج توعوية من قبل خصائيين وذلك لتأهيلهم بتأهيل فكري تأهيل نفسي حتى يستطيع هذا الطفل أن يعود مجددا وأن يكون عنصرا صالحا وفاعلا لدى المجتمع كان فيه تفاعل قبل الأسرة وتم توجيه الأسرة بعد كيف لهم دور كبير في هذه الناحية كيف يمكن يلاحظون على طفالهم إذا فيه أي تغيرات نفسية يلجؤون للجهات المختصة زائد في المحاضرة التي كانت عن التنمر في جهات الأحداث تم التركيز على الجانب الإيجابي والقيم الإيجابية بهدف أن نعزز فيهم أن هناك أخطاء صارت لكن بعد المستقبل جدامهم والحياة جدامهم نعطيهم نوع من التفاعل والأمل في الحياة قضية مهمة مثل التنمر لا يمكن بأي حال من الأحوال استثناؤها أو إهمالها كونها من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر في الظروف المحيطة بالطالب والتي قد توسع الفجوة بينه وبين مجتمعه المدرسي إذا لم يتم التعامل معها بمنهجية مدروسة التنمر في المدارس اعتداء على مستقبل الطلبة أكاديميا ونفسيا فيجب الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع الحلول المناسبة لها لأخبار الدار لمياء المازمي من الفجيرة